السلام عليكم و اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الوكملين حلقة يوم الجمعة جمعة مبركة عليكم جميعا عايزين نتكلم النهاردة عن الناس اللي بتتعامل مع يناير على انه ذكرة او انه موضة او انه موسم للثور او انه ممكن نوزع فيه الكلمات الطيبة والجميلة والامنيات بحياة طيبة في وطننا الكبير مصر الناس اللي بتتخيل ان يناير لازم نقعد نتكلم فيه عن الصورة ونقول ان النهاردة ده يوم الصورة ولو الناس ما نزلتش فيه يبقى ما فيش صورة لا يا سيدي صورة المصريين اللي بدأت يوم 25 يناير في 2011 هي صورة مكملة حضرتك ما بتاخدش بالك غير اليوم ده بس دي مشكلتك انما فيه ناس بتاخد بالها كل يوم وعارفة ان لازم الصورة دي تتم علشان البلد وعلشان عيالهم الناس اللي بتروح طاف قدام السجون علشان تشوف عيالها ديئة ولا دقتين ولا تلمحهم وهم بيركبوا عربية الترحيلات الناس اللي بتروح على قبور ولادها كل يوم علشان تبكي عليهم ولا تترحم ولا تقرى الفتحة الناس اللي بتعاني كل يوم وهي شايفة بلدها بتضيع الناس اللي قلوبها محروقة على مصر واهل مصر الناس دي ما بيفتكروش يا جماعة الصورة يوم 25 يناير ما بيقولوش لو ما انجحتش يوم 25 يبقى ما فيش صورة الناس دي الناس دي بتحلم بالصورة ومصرة تكملها كل يوم وكل وقت وكل ساعة وكل حين دعوة من هنا ولا دعوة من هناك حد بيقول يلا بينا نكمل صورة وحد بيقول يلا ننطفض ضد الظلم والفساد دعوة محترمة ومقدرة من اي حد بيحب البلد بس كمان مش من حق اللي مش عايز ينزل يشارك في اي دعوة انه يطلح حكم على البقيين انهم كفاية كده انكم ابتزلتوا كلمة صورة ولا كلمة انتفاضة لا يا سيتي من حق اي حد من حق كل حد ينطفض علشان بلده وعلشان عرضه وعلشان عياله من حق الام اللي ابنها مسجون تنزل الشارع كل يوم وتحلم انها تكمل صورة يناير علشان تشوف ابنها معاها وعلشان تشوف وطنها بخير من حق الابن اللي تولد وما شافش ابوه لانه مسجون في سجونة عبدالفتاح السيسي يحلم ان الصورة تكمل علشان يرجع لحضن ابوه وعلشان البلد ترجع لحضن اهلها من حق كل المصريين في كل وقت وكل مكان وكل زمان وكل اوان يحلموا ان الصورة تكمل الصورة هتكمل بكرة هتكمل بعده هتكمل بعد سنة مش هو ده الاساس مش هو ده اللي بنحاسب بعض عليه المهم ان فكرة ان فيه صورة لازم تكمل لازم تفضل عايشة جوان فكرة ان الصورة دي لسه لسه ما استكملتش اهدافها لسه مش صورة كاملة لسه عايشة جوانة ولازم نكملها ده الأساس ده الأساس اللي هيخلي حد يطلع يعمل فكرة أو حد يعمل دعوة أو حد يعمل فضيحة للسيسي فالناس تنزل للشوارع انت مش عارف الحراك الأكبر هيكون على أي سبب المهم ان فكرة الثورة تفضل عايشة في قلوب الناس وضل حاصل من 2011 لحد النهاردة والحد بكرة الناس ما بتحلمش مش بس حلم الناس بتصر على رفض الواقع السيء علشان تروح لواقع أحسن علشان تروح لواقع أفضل وشايفين ان الحل في الثورة الحل في تغيير النظام في تغيير واقع رفضينه ومش من حق أي حد انه يتعامل بفوقية مع طموح الناس وأحلام الناس وأهداف الناس وسعي الناس لتحسين ظروف حياتها مش من حق أي حد انه يشكك ويقول كفاية ويقول خلاص واستسلمه أو يحاسب الناس لو الناس نزلت بكرة ولا ما نزلتش مش من حقك تحاسبهم ومش من حقك تقول انهم خلاص انتهوا الناس بتنزل كل يوم الناس نزلت في يناير والناس نزلت بعد الانقلاب الناس دمها روى أرض مصر عد وشوف كم ألف شهيد وانت تعرف قد ايه الدم في مصر اللي روى الأرض دي دم حيطرح في يوم الأيام حرية مش حيروح الدم هضر الدم اللي في أرض مصر حيطرح في يوم من الأيام حرية لما جزوره تشتد ولما جزوره في كل البيوت تمتد حيطرح حرية لكل المصريين إنما إنما مش معنى كده أنك تحاسب الناس بالقطعة إنك تقول لهم لا أنتو قلتو حننزل ومنزلتوش أو قلتو حننزل ومنزلتوش كتير فانتو فشلة أو خلاص مفيش ثورة الثورة على العموم والطبيعي إنها مش بمعات الثورة على العموم وفي كل الظروف ملهاش وقت محدد إنما لو فيه وقت الدعوة لانتفاضة لحراك كمان مش لازم تصبت عزم الناس أو تتعالى عليهم أو تنظر عليهم الناس دول هم كل حاجة وهم كل حد هم اللي بيحددوا هم اللي بيقولوا هم اللي بيؤمروا هم اللي بينهوا هم أصحاب البلد الناس اللي قلوبها موجوعة على عيالها وعلى أسرها محدش يعرف وما ينفعش حد يجي لهم من فوق ويقول لهم ينفع وما ينفعش ويعملوا ما تعملوش علشان كده بنقول وبنجدد عايزين نتعامل مع الثورة مع كلمة الثورة مع يناير بإن إحنا ما نكونش مفرطين جدا في الأمال وما نكونش متشائمين جدا عايزين نتعامل بالواقع الواقع بيقول إيه الثورة بالناس الناس كترت نجحة الثورة الناس لسه بتتعلم وبتشوف وبتوعى وبتكتر يوم بعد يوم فاللي ما حصلش النهاردة حيحصل بكرة أو حيحصل بعده أنا مش بقول ده مبرر لأي فشل متوقع أو فشل قائم مفيش فشل طالما انت لسه فكرة الثورة جواك وطالما هو كل يوم لسه بيخاف مني وبينزلي المدرعات والزباط وبيستنفر في الدخلية وبيستنفر في الجيش عشان خايف مني فهو عارف انه مغلط وأنا عارف اني حكمل صورة وهو عارف ان يومه جاي وان الصورة أكيد منصورة في يوم لا محالة لازم يبقى ده واقع في قلوبنا مش عايز أقولك علي سقفة محاطك ومش عايز أقولك خليك متشائم أنا بقولك خليك واقعي أتمنى يكون الواقع بكرة صورة عارمة أتمنى يكون الواقع بكرة صورة تشيل ما تخلي أتمنى يكون الواقع بكرة ولا بعد ولا في أي وقت يأذن بيه ربنا والشعب بيكون كله على قلب راجل واحد أتمنى مصر تتحرر مرة تانية زي ما قدرنا نحررها في 2011 ولو بشكل جزء لازم الصورة دي تكمل امتى وفين انت صاحب القرار امتى وفين انت صاحب الأمر والسيادة محدش هيقتمر عليك ولا حد من حقه يقولك اعمل أو ما تعملش علشان كده بنقول للناس ببساطة صورة واحدة مش كفاية صورة واحدة مش كفاية على اللي حاصل واللي داير محتاجين مئة ألف صورة ومحتاجين مليار يناير كل ليلة وكل ساعة وكل لحظة تهب ثاير لو صحيح لو صحيح لسك عشقها ولو صحيح الدم فاير محتاجين الحلم يكمل نبتدي في كسر الدواير واللي زاد التاني واكتر لما فجأة لكل ساير قفل الشبابيك وريح وابتدى ينزل ستاير رجعوا أفجر من مكانه وابتدوا يعمل بصاير وابتدوا يعدونا تركة وفرقونا كتير دواير مستحيل مستحيل يكسرها غيرك وانت قايم وانت ساير غير كده غير كده راحت علينا واللي فاز هما بيناير صورة واحدة صورة واحدة مش كفاية على اللي حاصل واللي داير محتاجين مئة ألف صورة ومحتاجين مليار يناير